السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا دكتور حمد السيد ودي سيمبل ليناتولوجي موضوع النهاردة صراحة صدمة انا جاي اصدمك وجاي اكون صريح معاك يعني في الحقيقة انا انا مش جاي اتحك عليك او انا مش موجود عشان اتحك عليك وعايز اكون صريح معاك علشان ايه تستفيد اما اصدمك وتصلح نفسك احسن ما ايه ما تفضل كده ويبقى عندنا مشاكل يعني وان كنتوا لا انفي ان احنا كلنا عندنا مشاكل موضوع النهاردة موضوع يعني مفزع يعني خلينا انا اجيلك من المستقبل هقولك عليه وانت حر بك اهلا بكم احنا اتكلمنا في موضوع الانتوبشن مرتين مرة قلنا الانتوبشن ازاي نعمله كده بطريقة معينة بخبرة معينة والطريقة التانية ركزنا فيه على ايه على بعض النقط المهمة مش فاكر كم نقطة يعني شوفوه كده واعرفو كام اللي هي المرة اللي اتكلمنا الانتوبشن تاني وثالت دي بقى التالت دي تالت مرة في الانتوبشن يعني مختصرة جدا كلمة واحدة جملة واحدة عايزة اقولك حاجة بس علشان انت لو لسه مش بتعرف تعمل انتوبشن عايزة اصدمك وقولك مش هتعرف تعمل انتوبشن صراحة ما هو لازم يكون واحد صريح معك شوف لو انت متعلمتش وبدأت خالص في مستشفى فيها فلوريد كبير مش عايزين نعود بقى نفسر عشان الناس ما زعلش او نبقى عنصريين ونقول مستشفيات ايه وبلد ايه وكده لكن خلينا اقولك كلام مفهوم وكلام عام كلام واضح انت لأول ما بتخلص وتبدأ الريزدنس كده زي الفل لو انت فيش مستشفى فيها فلوريد كتير قوي قوي وانت شغال في ان اي سيو فيها اكتر من ميت سرير وبتروح في الاميرجنسي عمال كل خمس دقايق شايلين لك عيل بيرموهو لك كوماتوزد وعمال تعمل راسيستيشن كل ربع ساعة وعمال تعمل انتوبيشن كل نص ساعة لو ما عشتش الجو ده مش هتعرف تعمل انتوبيشن لو عشت بقى الجو الرسمي الاكاديمي اللطيف ده مش هتعرف يعني خلينا اكون صريح معك ومع الوقت لما بتبتدك جو الاكاديمي اللطيف في المستشفيات الاكاديمية كده الحلوة المحترمة المنظمة الجميلة بيعرفوش يعمل انتوبيشن فبيقولك ماشا هنتعلم بقى واحدة واحدة وكده يعني عايزة اكون صريح معك ما انتش هتتعلم صدقا مش هتعرف الموضوع ده بالدليل انا عايزة اقولك الدليل انك انت هتلاقي ناس كبار كده كبار عندك هتلاقي في بعضهم مشهور عنه انه يعرف يعمل انتوبيشن وعنده الاسكيلز دي ويعرف يعمل بسرعة ومشهور وشي واحدة تاني هتلاقي برضو معروف انه ما بيعرفش يعمل واما اوكي ماشي فهو لو بيعرف او لو كان هيعرف كان عارف بحكم ان هو كبر يعمل وطب وايه الحل ايه الحل بقى عشان نخلص يعني عشان ما نطولش بقى أكتر مجري الحل انك انت تحل ددي مع نفسك تحله مع نفسك كده وقف مع نفسك وفكر تعمل ايه؟ تروح مستشفى فيها الامكانيات وتجودة تروحها ازاي طيب وانت في برو جرام وقاعد في مكان شهر اجازة مش انت بتشتجل بتاخد شهر اجازة كده كل صيف الشهر الاجازة دوت اعمله اتاتشمنت في بلد فيها مستشفيات كبيرة وفيها فيه فلو كبير قوي وناس كتير جدا وروح اعود فيها الشهر دوت باي طريقة اتصرف اتصرف وروح اعود الشهر دوت واعرف اعمل انتوباشن لانك مش هتعرف تعمل انتوباشن الا في هذا الجو في هذا الكميونيتي في هذا المستشفى اللي فيه فلو كتير قوي احنا كنا بنشتغل او بنشوف بايش نتكلم عن نفسنا بايشن يعني مهم فيه مستشفيات ناس بتشتغل فيها بيشوفوا في التوارئ حالات الاميرجنسي بيشوفوا اكتر من الفين عيان الفين بايشن كل يوم بيشوفوهم فبيبقى لو قاعد 8 ساعات هيشوف له 500 600 700 عيال وبعد كده فيه حالات بيبقى فيها او مستشفيات فيها او مستشفيات فيها او وحدات البي اي سيو يعني مش هايز اقولك عاملة ازاي يعني بتبقى مستشفى بتبقى عالم يعني فبالتالي ما تخلش الاميرجنسي سيتواشن عندهم عاملة ازاي وحالات الانتيوباشن دي عاملة ازاي وحالات كل البروسيدجر بقى الشيستي تيوب واللاينز بكل اشكالها وكل حاجة فحاول تحل الموضوع ده مع نفسك ما تسكنش وتاخد مسكنات وناس يعود يقولولك انت هتتصلح وشوية شوية هتعرف وتعلم مش هتتعلم ولا هتعرف روح مكان باي شكل كان انت قدر بظروفك بقى روح مستشفى فيها فلوريت رهيب واعود فيها واعود ليل النهار بقى 24 ساعة بات هناك واعود يعمل انتيوباشن وتعلم انتيوباشن كويس ده كان صدمة النهاردة بس انا مضطرة اكون صريح معاك اتمنى ان الصدمة تكون مفيدة شكرا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا سلام عليكم شكرا 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 اشتركوا في القناة